من بغداد ينضم علينا مراسلنا مصطفى البطار مرحبا مصطفى تفاصيل هذه الدعوة وما هي أصداؤها في الأوساط السياسية العراقية كلمة رئيس الجمهورية برحم صالح جاءت في سياق طبعا كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بمولد نبوي الشريف في منطقة الأعظمية في بغداد واستغل هذه الفرصة السيد رئيس الجمهورية من أجل الإدلاء بتصريحات رئاسية بسبب طبعا حساسية الظرف الراهن كما يرى الرئيس الجمهورية وكذلك مختلف القهيدات العراقية وكذلك القوى السياسية ولذلك عرج فخامة الرئيس سيد برحم صالح على نقطة ضرورة تغليب لغة الحوار وأن تغلب القوى السياسية الحوار والجلوس على طاولة واحدة من أجل العبور بالعراق من المرحلة الحالية وذكر صراحة بأن العراق الآن مفترق طرق إما العودة إلى انقسامات داخلية وكذلك تحزب سياسي أو المضي قدما في تجاوز الأزمة الحالية وكذلك السعي من أجل تحسين الأوضاع في العراق بشكل كبير وذكر بأن العراق قد فوت الكثير من الفرص خلال الفترة الماضية وأن الانتخابات التي نظمت في العاشر من أكتوبر من العام الماضي لا يفصلها سوى يومين لكي يمر عليها عام كامل دون أن تتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة عراقية جديدة بالتالي يحاول رئيس الجمهورية من خلال كلمته هذه والنقاط التي ركز عليها في هذه الكلمة أن يشحذ الهمم وكذلك أن يدفع القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار وكذلك محاولة تنحية الخلافات جانبا والاستفادة من المبادرات السياسية التي تطرح على الجميع خصوصا وأنه الآن أمام القوى السياسية تحدي حقيقي وهو تسمية رئيس جديد للجمهورية وكذلك أيضا تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد مخاضات طويلة شهدها العراق على المستوى السياسي نعكست بشكل واضح على الشارع وكذلك الترابات على مستوى الشارع وإيضا تفاقمت حتى مستوى أصدام المسلح الذي لا تزال طبعا تبعاته حاضرة حتى يوم أمس في البصرة وبقية المحافظات العراقية ولذلك يستدرك رئيس الجمهورية ضرورة أن تكون هناك دعوة جديدة للقوى السياسية لتغليب لغة الحوار ومحاولة تقريب وجهة نظر بين مختلف القوى السياسية التي تختلف رؤيتها على كيفية إدارة الدولة شكرا جزيلا لك مصطفى القطان مراسلنا من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر